اسمعوا هذه الحكاية وافهموا هذه الرواية اسمعواها للنهاية إنها قصة محمد بينما كنا جلوسا والتصافي بالنفوسا ليس بيننا عبوسا إننا جند محمد في يوم من الأيام كنا قاعدين أنا وحمد رافع وأخوي سلطان بمطعم من المطاعم بليلة شتوية وخوية كنت في ذيك الأيام مفارق الوالد طبعا عائلتنا مفارقين الوالد قرابة أربع سنوات يعني كنا نعاني من فراق الوالد ما نعاني كان الوالد مسافر للسعودية أربع سنوات أو أكثر وحنا قاعدين بالمطعم دق الوالد ش كنت مسمي؟ طبعا كنا قاعدين على الطاولة واللي حواليك أحمد رافع وسلطان العودة شعار اثنينهم كنت مسمي الوالد متى العودة كنت حاضر التليفون على الطاولة فأحمد رافع لاحظ وقال منه هذا؟ قلت فوي قال ليش مسميه متى العودة؟ قلت له من سافر الوالد وأنا كاتبه متى العودة فإذا رد راح أبدل من الميم إلى الألف فتصير أتى العودة فحزتها شنو رد عليك؟ قال متى نبدل مي من في متى ألفة؟ حطيتها بالي ومشينا قاعدة الشطر اللي ألفه هذا ظل طول القاعدة هو ببالي ركبنا السيارة هو ببالي فقلت خلنا حطها بالي عشان يزيد الكلمات فقلت دندن عنده عشان يألف فقلت متى نبدل مي من في متى ألفة؟ متى نبدل مي فقال الله خوش لحن لحن قديم يعني ما ألفته فقال خوش لحن قتبي أكتب وألف عليه ساعتين يا جماعة ساعتين ودزلي هذي الكلمات بساعتين ها؟ والله العظيم يا جماعة الكلمات هذي بحزت هدية الأيام بيوم الفراق أثرت فيني حين بس الكلمات إن شاء الله والنشيدة رح نشدها لكم باتر لأني صالي ساعة كاسر بالشباب اللي عندي وقاس ألفوا إياكم موعدنا باتر بإن الله موسيقى